السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالي اقول لك بقى لو معك سبعة جنيه اتعرف ادلايا نفسك ازاي وتعملي حاجة طحفة جدا اول حاجة هنجيب كيس المولتو ده اللي هو بيبقى بخمسة جنيه المولتو اللي بالشوكولاتة هاتي بقى سكينة وافتحيه انا عايز اقولك ان بيبقى طعمه هيل جدا لازم تجرب بيها ومش هتكلف مني جغل سبعة جنيه بس هنفتحه بالشكل ده بعد كده هنجيب شوكولاتة من دي دي باتنين جنيه يبقى كده في اجمالي سبعة جنيه هنجيبها بقى ونحطها كده على اجزاء نكسرها كده قطع جوه المولتو بتاعنا خلاص كده بقى الجهزة هنروح بقى على النار وهنحط قطعه صغيرة خالص من الزبدة وهندوبها على البتجاز بالشكل ده لو لست ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك ولو حب فيديوهات من النوعية دي تاني ياريت تسبي لي كومنت هنحطها بقى على النار كده هنقرمشها على الناحيتين والشوكولاتة اللي جواه هتدوب بقى ويعني تبقى ايه بقى حاجة طحفة جدا وهو دي كده الوقت شكلها هيبقى عامل ازاي حاجة بقى من عندي انا وممكن ان انت تستغني عنها شوية سوس شوكولاتة كده على الوش بس اعدي لو مش عندك مفيش مشكلة دي خارج الحزبة يعني اقطحها بقى بالشكل ده طبعا زي ما قلتلك هيبقى اتمقرمشة كده من بره والشوكولاتة يعني ده بيت فيها جدا وطعمها خرافة حاجة كده اطعم من ما كوني بتكلي سينابون ولا الحاجات دي خالص وحضرناها بابسط التكاليف وناخد قطمة بقى طعمها طحفة بجد لازم تجربيها وتسبي لي رأيك في الكومنس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته